بسم الله بعد ما عرفنا كل الويفز طرعون الهارت قسنا نعرف شو طريقة اني اعرف الهارت ريت والريثم ماشي عشان اعرف انا الريثم كيف بدي احكم ايش هو البيبي 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 والريثم بستخدمها وقلنا متى بنستخدمها اذا ما كان في توافق ما بين الاتريام وما بين الاتريا وما بين هسا في واحدة من خصائص النبض الطبيعي انه تكون الريشو بي لكيو ار اس ريشو واحد لواحد ودايما البي قبل مين قبل لكيو ار اس هاي واحدة من اهم الكاركترستيكس تعتمين نورمال ساينس ريثم شو يعني نورمال طبيعي ساينس من الاس اي نود طالعه الديسشارج وريثم زي ما احنا عارفين شو هو فمتى انا ببلجة ان اعرف الاتريال ريت والريثم اذا هاي كانت ابنورمال ماشي اذا كانت ابنورمال اذا كانت البي كو ار اس ريشو مش واحد لا واحد بروح بطلع على الاتريال ريثم وبستخدم بي بي انتيرم ديش البي لانه هي اللي بتمثل الاتريال دي بولارايزيش لكن احنا في الغالب مين بنستخدم الار ار ار وليش الار ار انا بتمثل الانتيركولز وهي دائمان point of interest تاتي هي اكثر ايش انا بدقق عليها فهي الار ار انتيرفل to determine ventricular rhythm وبشكل عام الهارت ريت بشكل عام اذا كانت الانتيرفلز ما بين البي البي يعني مثلا هذا بي كو ار اس تي بعدين في عندي بي كو ار اس تي اذا كانت البي البي هاي انتيرفل كل مرة مع كل بلس مثلا هاي كمان هيك كملها يا سلام على الرسم من المنهوش دخل فليافترض انه هذول ال two intervals متساويات على كل ال ECG strip شو بقول عنه هذا الريثم regular هذا الامر بنطبق على البي بي انتيرفل وعلى مين كمان الار ار انتيرفل فهي الار الار ار انتيرفل نفترض هاي الار الار تساوي هاي لهاي نفترض فهي احنا مشو نقول عنها regular ventricular rate ممكن يكون في اختلاف لكن الاختلاف هذا اقل من one small to two small boxes يعني بس اذا one to two small boxes الاختلاف ما بين كل الر انتيرفل هذا من اعتبره طبيعي احنا كاتل لنا if the intervals are different the rhythm is called irregular طيب طيب احنا قلنا انه كل small او كل large box كم يمثل point two احنا قلنا point two طيب بالدقيقة كم large box فيه 300 من وين اجت 300 ضرب point two اللي هي مدة كل بوكس كدهش بتساوي ستين ايش سكند نفس الاشي بينطق على مين على السمول بوكس كل سمول بوكس مدته point oh four لو ضربتها ب 1500 بتطلع عندي one minute او ستين ثاني طيب كل small box point oh four كل big box point two كل five large boxes one second كيف تضربها point two ماشي كل ثلاثين large box هاي ستة ثواني كل ثلاثمائة بوكس بتساوي 1500 box كل ياتها بتساوي ستين ثاني كيف انا بدي احسوف heart rate يابكون عندي regular rhythm يابكون irregular rhythm اذا كان regular rhythm في عندي طريقتين طريقة large boxes وطريقة small boxes خلينا بلش في large boxes large boxes الطريقة بتقول بتطلع انا مسلا قلنا ال rr interval شو ما لها equal ماشي equal عشان يكن عرفت انه regular فبروح بتطلع قديش في عندي large boxes between rr interval باجي بتطلع على lcg مثلا نفترض هذا lcg عندي انا ما لهذا مش كامل هذا خلينا على هذا اللي هون تمام باجي بتطلع بروح بشوف لي واحد من من lcrs اللي مبلشه على بداية مربع كبير نفترض هذا واحده هذا مربع كبير هذا مربع ثاني هذا مربع ثالث وشوي ثلاث بقرب هلا ثلاث تمام فبرجع ايش وهي طريقة ثلاثمية على كم large box كان ثلاث كم تساوي 100 ايش beat per minute هاي هاي large box small boxes بتقول نفس الطريقة لكن ما بتطلع على large box بتطلع بعد small boxes فبرجع على هاي فهاي ثلاث ثلاث كم small boxes فيهن 15 وتقريبا فيه 2 17 فالطريقة شو بتقول 1500 على 17 كم تساوي تقريبا 97 تقريبا 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 خلنا نقول beat per minute اولش من وين جت 300 هاي عبارة على هاي اللي قلنا عنها 60 ثاني 300 300 large box هي عبارة عن 60 ثاني عن دقيقة عشان هيك بتطلع معي the heart rate وال 1500 هذو هده 1500 small box هما عبارة عن 60 ثاني من الأفضل small box لأنها أكثر دقة هتطلع على هاي اللي سلايد اللي أنا هون فشكت أنها هاي قربتها تقريبا بينما هذيك لا حسبتها بالدقة فال small boxes هي أدق طريقة طيب عشان بقول لك هاي فيه 10 small boxes 10 small boxes between r and r interval وكان rate regular حسب للهارت طبعا هون الطريقة وكانت صلى الله محمد زي ما بقولوها معطيناك 2 large boxes بهذا الأكزامبل سوري 2 large boxes بالضبط نفترض أنه في عندي 11 small boxes 11 small boxes 11 small boxes كيف الطريقة 1500 على 11 10 كيف تقوم بعمل 11 كيف تقوم بعمل 11 small boxes مثال الثاني قلنا خلينا نفترض أنه هذا 11 مش 10 وفيه small boxes لما أقربهم بطلع تقريبا 2 large boxes عن طريقة large boxes حسب التاثير 100 على 2 150 130 لا 150 فيه 14 ربيت فرق بين الطريقتين فمين الأدق small boxes كيف تقوم بعمل صحيح هسا تشوف شو 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 اذا بيجيك اذا بيجيك اذا بيجيك وفي عندك مثلا خيارين واحد بيضبط على large box واحد بيضبط على small box لكن small box يعني فيه اختلاف بناتن تختاري مين small box دائما احنا شو المبدأ تعنا مين more appropriate مين مين more correct او شو بسموها اكثر most correct answer عرفتين فكلاتهم صح لكن مين اكثر دقة اكثر صحة صحة small boxes مثال ثاني في عندنا 25 small boxes يعني 5 large boxes ففي عندنا 1500 على 25 تطلع 60 بيت بير منت 300 على 65 بيت بير منت وليش طلعت الالقام متساوي هون لانه بالضبط 25 لا اي واحد فاتح اي حاسبة سوري ليش هتطبطع هاي هون نفترض انهم 27 1500 على 27 خمسة 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 بتأكد طيب بينما 300 على خمسة ليش خمسة لانه هنا نقل رابط 27 ل 5 large boxes بتطلع 60 ففي فرق طبعا كل ما اقل او شو القاعدة بتقول في الرياضيات كل ما يكبر المقام بالضبط كل ما يكبر المقام بس احنا المقام هون ثابت كل ما يكبر المقام هو المقام المنتحت كل ما يكبر المقام بصير القل العدد بشرط انه البسط ثابت تنسوها يا قاعدة لا ساعة تتخرجونها علمي طيب بالنسبة له الرجular rhythm هاي خلصت من الريثم اذا كان الريثم الريغولر شو يعني الريغولر كانت الار انتيرفلز غير متساويات ماشي فالطريقة اني لازم قاعد مربعات لمدة 6 ثواني يعني كم بوكس 30 large بوكس طبعا بدي اتطلع ثلاثين مربع كبير اتعد واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة لحد 30 large box بعدين بروح بطلع قديش في عندي R R interval فيهم وبضربهم مش بقسم بضربهم في عشرة من وين اجت الثلاثين نارج بوكس اللي هم عبارة عن ستة ثواني فانا بحسب قديش فيه قديش فيه بيس قديش فيه نبض نبض في ستة ثواني وضربتهم بعشرة وصارت خلال دقيقة اضرب لكم مثال كيف كنا ناخذ البلس كنا ناخذه لمدة خمسة عشر ثانية ونضرب باربعة تقريبا نفس الأشي بساي أخذناها بستة ثواني كيف أدو أن نصل لستين ثانية نضرب بعشرة مرة حسبت الرجلر بيت ستة ثواني ضربت العشر بثلاث رضاط في اشارات ماذا ؟ حسبت ستة ثواني ضربت العشر رضاط في اشارات ستة ثواني ضربت العشر بثلاث رضاط جدا طبعا لماذا ؟ انت كلما قللت ليش مشكلة الرجلر دايما اذا كان من اخذتها بالبلس ماذا تقول لك؟ إذا كان الريجولر بلس لازم تعدى دقيقة كاملة فهونا نفس الاشي كل ما قللت من دقيقة كل ما زادت نسبة الخطأ عندك لازم اطول كل ما طولت بتصير اكثر دق هاي يعني ورقة ال ECG مش رح تطلع لك يعني عدد كبير من البوكس إذا طلعت لك ثلاثين برات ممكن ما تلاقي إيش ثلاثين من اللارج بوكس طيب ففي شغلي كمان ممكن تفيدكم بالعد بتريحكم بالأجهزة الحديثة بتلاقي فيه زي إشارة أسخم فوق ال ECG موجود هون شايفين؟ فكل سهم للسهم الثاني هذا بقول لك انه في عندي ثلاث ثواني هاي عبارة عن ثلاث ثواني فأنت بدك فترتين يعني بدك تشوف لثلاث أسخم زي هذول يعني بداية فترتين أو ست ثواني وتعدى اللارج بوكس وبتشوف فمثلا هاي طريقة الريجولر واحد كم لا؟ هاي واحدة ثنتين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة سبعة ضرب عشرة عشرة قديش بطلع الهارت سبعين بيت بير منت طيب شو هنا كاتفين هاي الريجولر ريثم هكاتفين هنا انه كان ريجولر ريثم فالريجولر ريثم مين بستخدم؟ بي بي انتيرفل ولا ار ار انتيرفل؟ ار ار انتيرفل خصوصا اذا كان البي كيو ار اس ريشو واحد لواحد فهون عنا طلعت جيتنا بالظبط واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ثلاثمية على خمسة ستين بس انا شايف فيه هون سمول بوكس زيادة اذا انتم دقيقين معي فهذول ستة عشرين الف خمسمية عليهم تقريبا نقول ثلاثة وتسعين مثلا سوري واحد لا لا صحيح صحيح انا معكم يعني ايها اظبطة تمحهم هالمرة لكن من الاكثر دقة بسمول بوكس زيادة عرفنا طريق في احد عنده اي سؤال عليها تطري ممكن احتمال سؤال يعني اتوقعوا بنسبة كبيرة يجيكوا صور في الامتحان ماشي او ممكن اعطيك ايها عن طريق حكي فانت يعني شو الفرق انتين نفس الاشي ايش ايها المعطيات البدكية اول شي قلنا طي خلينا نامسح كل اشي موجود يا شباب شباب مرحني خلاني يجاى هذا الـ ECG انسي هذه الموجودة قلنا اول خطوة عشان يحسبLaHeart rate بدعلك اذنه الريت الريثم ريكلر او الريكلر كيف بده يطلع بجيب ورقة تيحدى مع ورقة رح يروح صوت بجيب ورقة بيلا خروب باجي بالطلع كيف تحسب الهارد رايت؟ باجع على الQRS مثلا هاي اون هاي اون هاي اون سرى القارن فيه متساوية 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 شو هذا الرزيم؟ ريجولر هاي اول طريبة هم خطوة عرفت انه ريجولر شو بعمل؟ بده استخدم يا الارج بوكس يا السمول بوكس مين اكثر دقة؟ السمول بوكس فبلا يجب الطابع 1 2 3 4 لا اقلن 50 1 2 3 4 أي 20 20 بوكس 21 22 23 24 1500 تقسمين 24 سوقوه على التليفون 62.5 ماشي باشي بنا انا بنت استخدم الارج بوكس أقول 1,2,3,4,5 قربت تقريباً من الأربعة بوكس كنت لديهم 1 لارف بوكس فقربت تقريب خمسة فقسم عليهم 300 300 على خمسة 60 إيش بيت بير منت هناك ناس يستخدم مطرقة الورقة كانوا يعطونا زي الفرجار اللي بكون إلو دبوسين ماشي بحطنا على الر بصيرها ماشيين على كل الر لازم تكون متساوية المسافة ثابتة إذا كان في اختلاف زي ما قلنا أقل من 2 سمول بوكس بعتبرها عادية فهم على كل الليد على كل الليد لا 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 طبعا ما فيش اختلاف بناتم بكون ما في اختلاف بين الليد 1 وليد 2 بالمسافات ما في أي اختلاف أبدا لا ما في اختلاف هاي بس الكاميرا بتختلف لكن الكهرباء نفس لو كانت الرغولر كيف بتعمل لو كانت الرغولر زي ما حكينا بدي أعد ثلاثين لارج بوكس هاي مثلا الحال الثاني هون تحت هاي ايش هاي الرغولر كيف عرفت انها الرغولر تطلعي اللي هون من النظر بتبين تطلعي هاي ار ار انتيرفل ما طولها بينما اللي هون ما اقصرها مبين في اختلاف فهي الرغولر فانا هون بدي اعد ثلاثين لارج بوكس ثلاثين مربع كبير قلنا على الاي سي جي الجديد تلاقي في اسهم من فوق فما بين كل سهمين بتقولك هاي المسافة ثلاث ثواني ثلاث ثواني ثلاث ثواني ست ثواني يعني هما عبارة عن ثلاثين لارج بوكس مفيش عندك هي الاسهم بديك تعدي انت 30 لارج بوكس نفترض انه ما في نفترض انه ما في عندي انا هاي الاسهم اللي من فوق ينتي بتبين او طوال اكبل السلايد من اوين بتاكبل السلايد هاي زوم ال أعجب ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة بتخلص لهؤ้م عنث مزفز عندنا ثلاثين بوكس الطبعا لو عدendiهم فأي عندناتت ثلاثين لارج بوكس هايد عاديت 30 لارج بوكس لماذا ردت舍ه contra 30 لارج بوكس سك JWال اذا كان عبارة عن 6 ثواني 30 لارج بوكس هم عبارة عن 6 ثواني طيب بدي احسب ليش عندي كم irr interval ليش انا قلت ك tasks рав zas لأنه كل عبارة عن وان بيت. ماشي كل عبارة عن وان بيت. فواحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة سبعة في عندك سبع نبضات بست ثواني. معناته بدقيقة كم كم بكون عندك؟ ضرب بعشرة. فسبعة ضرب عشرة سبعين هذا هي كل بساطة. ثلاث أرب cutter. فسبعة ضرب عند آر ويف يبدو الاعتمر في عند companiesBirver. من هذا الحل في الكامل، أمر يعني الملغة عنها في سلاث ق consecutive. أو بالكوندكشن. شو يعني بالكوندكشن؟ بتوصيلها أو بالثنتين. فهاي مشكلة الدسريثميا. فهاي ممكن تسبب خربطة في الريت. قديش العدد؟ قديش النور من الريت؟ ستين لمية. ستين لمية. ليش ستين لمية؟ لأنه طالع من الاس اي نوت. أو ممكن يخرب بالريثم والريثم شو دائما بيكون؟ ريجولر أو يخرب لنا الثنتين. بوث ريت أن ريثم. دسريثميا كثير أو في أنواع منها كثير خطيرة خصوصا الدسريثميا اللي بتكون سببها أو الأرجين تاحها من الفنترقلز. لأنه هنا بيكون الكاردك أوتو شماله؟ ديكريز. زي مثلا لما نحكي فينترقلر فبريليشن. رح نحكي عنها هون. فممكن تكون بالآتريا بالفنترقلز أو بالثنتين طبعا. فوتينشيلي كان ألتر بلاد فلو. قبي شوية حكينا عن. الكاردك أوتو. كوز هيمو ديناميك تشينجز. زي مثلا تخيل واحد عنده. الفنترقل قاعد بينقبض. هو مش إنقباض هو قاعد برفرفرفة زي الفنترقل فبريليشن. بريت بوصل أربعمية. أربعمية بالدقيقة. هل في عنده وقت يعبي دم. مافي. فبالتالي. كاردك أوتو شماله؟ دميشت. زيرو. البيشنط أصلا في فينترقل فبريليشن. بكون هاي حالة كاردك الرست. يعني قلبه. إحنا بنعتبر هذا البيشنط بحاجة ساعة قهربائي. و سي بي آر. فالموضوع مش مش سهل أو مش مسحه أبدا. ليش طبعا. لأنه مافيش كاردك أوتو. وأول إشي بتأثر مين؟ القلب نفسه. بس سيك شوي تلمحه. هاي عشان تعرف قديش الموضوع خطر. من أكثر أسباب الفنترقل الفيبرليشن. اللي هو الرفرفة بتاعة الفنترقل. اللي ام آي نفسها. الميوكارديا الانفاركشل. الجلطة قلبية. بتخيل شو هي الجلطة قلبية؟ إنه مسكر شريان. فبالتالي لا بوصل لا بلت ولا أكسجين. ماشي إذا ما وصل أكسجين شو بصيب العضلة؟ بتموت. بتموت. بصير فيها نكروسس. طيب بيش ان صار مع ام آي صار مع كومليكيشن في فيب اللي هي فنترقل الفيبرليشن. رفرفة الفنترقل. صار أربعمية. الفنترقل صار قعد بنقبض أربعمية. معناها عضلت القلب شو رح تحتاج. رح تحتاج أكسجين. رح تحتاج أكسجين. هي قعب تشتغل أكثر بسبب التهيج اللي صار فيه السلس دعونا. معناها رح تحتاج أكسجين أكثر. طب ما هي أصلا مش واصلة أكسجين. فالحالة بتصير أسوأ. والبايشن كمان الفنترقل زمانها قاعدة بتنقبض على الفاضي أو قاعدة بصيرها رفرفة على الفاضي. فهذا ما فيش كاردك أوتبوت. فالبراين طوالي أول ما فيش كاردك أوتبوت. طوال البايشن شو بصير معاه. لوس أوب كونشوسنس بغيب. فهذا هو لحنا طبع بتيجي بتنادي عليه بتهزو على الفاضي. وراح يوقف نفسه كمان بسرعة. فهذا البايشن ستعتبر كارديو. كارديو بلموناري الرست. يعني توقف القلب. مع الرياتين. فإيش طبيعي إنه راح تتغير البومبينج أكشن. راح يبطل يشتغل صح الهارت. وكمان بلود براشر ليش راح ينزل لأنه فيش عندي كاردك أوتبوت. ما في عندي كاردك أوتبوت. كيف أنا بشخصها؟ طريق الوحيد لتشخيصها. إيسي جي. إيسي جي. إيسي جي. ما بتقدرش تعمل. التريتمنت كمان بعتمد على شو نوع الأريثميا. التريتمنت بتختلف مثلا إذا كانت الأريثميا في الأتريا بسببها الأتريا. ولا إذا كان سببها الفينتريكلز. وإذا كان في عندنا مشكلة في الكندوكشن كان في بلوكس. بتختلف التريتمنت كمبليتلي. إيش رقون سيكونسي سوف الدسريتمية الدسريتمية بتنقسم. يابتكون برادي. بريثم. أو تاكي كاردك ريثم. شعني برادي كاردك ريثم. بطيء. شو قلنا الكاردك أوتبوت معادلته. الهارت ريت ضرب. بطيء. سترك. فوليوم. إذا نزل الهارت ريت. شو راح يصيب بالكاردك أوتبوت؟ راح ينزل. فهل برادي كاردك ريثمز راح يأدي إلى دي كريزينج بالتوتال كاردك اوتبوت تكي كاردك رثمت شو قلنا المعادلة كاردك اوتبوت ساوي الهارت ريت ضرب لستروك فوليوم وقلنا هاي المعادلة اللي حد معين تكون صحيحة ما مثلا مئة وسبعين نفترض لمية وتسعين حسب قديش وزن البيشنس عمره هلث الساتس تعته والجندر فبالغالب هاي المعادلة صحيحة لها حد هذا الريت الهارت ريت يكون بهذا الرينج اذا اكثر من مية وتسعين راح يقل الوقت الموجود للهارت انه يعبي دم فبالتالي بده ينقبض خلص سلسدور ينقبض لساته مش معبي معناته لما ينقبض يطلع دم الفاضي فبالتالي شو راح يصير يصير كما بالكاردك اوتبوت راح يقل فهذا زي ما قلنا تكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك شو السبب أنه قلئ الكاردكاوتبوت؟ بالمعادلة بالمعادلة ل mas Auchifer يشتغل الendas 400 في الدقيقة هذا شو بصير بحاجة إيش بده اكسجين بده نيوتريان فراح يزيد الميو كاردي الو Espる راح يزيد الشغل عليها واحد مريض جلطة قلبية انا اهم اشي اهم قول الي اني اريح عضلة القلب فهذا قاعد بعمل شو قاعد بعمل بعمل دي توري ريشن قاعد بخلي الحالي اسوأ واسوأ وكمان راح يزيد من اوتو ديماند شو يعني اوتو ديماند من احتياجات عضلة القلب للأكسجين عسل اتريال ديسريثميا يعني الاريثمياز اللي بكون سببها الاتريال وهي طبعا اذا كان في الاتريال ديسريثميا في معظمها بتكون تكي الاريثمياز يعني بتأدي الى زيادة في الارتريت وبالتالي ممكن نتقلل لنا بالكاردك اوتبوت فقط بنسبة 20% مين المصيب الكبرى؟ فينتريكولر ديسريثميا ان كانت بردي ولا ان كانت تكي ثنتين اسوأ من بعضها فهي راح تقلل لنا اذا كانت تكي الاريثمياز راح تقلل الدياسترق فيلنج طايم وذا كانت بردي زي الانتريكولر اسكيب بريثم ماذا يعني في انتريكولر اسكيب بريثم الاسي نود مش شغالة اي في نود مش شغالة الشغالة بيركنجي فابرز الريت من 20% ل40% في كاردك اوتبوت كافي؟ لا فبالتالي هذا بيقلل لنا الكاردك اوتبوت شو علامات قلت الكاردك اوتبوت؟ ديكريز بلاد برشر بيشنس ببلش تصير عنده كنفيوجين كمان ممكن توصل عنده لوسكو فكنشوسنس بيشنس بيشنس بتلاقيه كبير الريفل بقل البيلر ممكن صير عنده صيانوست فهيكل ياته من ممكن يصير كمان ككمبنسيشن البيشن سير عنده تكيبنيه فهيكل ياته بدك تحطه بعين الاعتبار لما نحكي عنه نحن على الكاردك اوتبوت اسباب الريثمياز السبب اهم سبب اريتيشن اريتيشن لمين؟ للميوكارديال سيل لخلايا القلب اي اشي بيعمل اريتيشن تهيج في خلايا القلب بخلي البيشنس اترسك انه يصير عنده ديسترثمية مين من اهمها؟ عشان هيك قلنا ام اي ثير مصاحبة الها ديسترثمية الشوك مشان الشوك قلت البيرفيوجين مش الصدمة قلت البيرفيوجين للفيتال اورغانز ومن ضمنها قلب تسمم لانه هاي مواد والكترولايتس كل الاكشن بتنشيل بعتمد على البوتاسيوم على الصوديوم على الكالسيوم بالدرجة اقل فالبويزنين صار في عندي الكترولايتس وبالتالي البيشنس اترسك يصير عنده ديسترثمية الدرج انجسشن اخذ ادوية زيادة كان بدون ينتحر مثلا في نفس الاشي ممكن نوع الدواء نفسه هو اللي قاعد بيأثر على الهارت ممكن الدواء هذا خرب الكبت وبالتالي يبطل يصير في عندنا الكترولايتس بالانس وبالتالي يصير في عند البيشنس ديسترثمية شو قلنا؟ ميوكاردين فاركشن كونجستف هارت فيلير بتأثر انها ممكن تعمل ستريتشنج شون ستريتشنج؟ شد او تمدد على وين؟ على الكاردكسيلز بالهارت فيلير بيكون بيشنس عنده ميقالي كاردو ميقالي او بتلاقي في عنده هايبر تروفي ماشي؟ فالثنتين بعملين على ستريتشنج شعن ستريتشنج؟ شد او تنشن على خلايا القلب فهاي كليات بتأدي الى او تريتشن؟ لا كاردو ميقالي على الاكس راي بتلاقي حجم القلب مضخم الهايبر تروفي الهارت كحجمه حجم اموره تمام طبيعية لكن تعالي تطلع على الفنتريكالز من جوه بتلاقي ثيك ايه اوه فهي ماخذة من حجم القلب لجوه من السبيس لجواتها فبين قوسين اذا بتتذكر المحاضرة الماضية هاي الكاردو ميقالي بتلاقيها بالسيستوليك هارت فيلير وهي بتلاقيها بالدياستوليك هارت فيلير فلمونري ديزيزز سي او بي دي شو بتعمل؟ كور بلمونيل والكور بلمونيل شو هي؟ رايت صايد هارت فيلير وهي هارت صايد هارت فيلير شو ما لها؟ واحد من الاسباب إلكترولايت إمبالنسز قولنا بوتاسيوم صوديوم اهم شي ماجنيسيوم كالسيوم اي إلكترولايت لكن اهم شي البوتاسيوم اهم شي البوتاسيوم متابوليك إمبالنسز؟ أسيدوسز مثلا أسيدوسز شو دائما المصاحبي له؟ هايبركاليمي الكالوسز؟ لاكس بالظبط عرفنا شو الاسباب؟ كليات ان هاي الاسباب اللي راح تأدي الى الراتيشن وتهيج في عطلة القلب انها تعمل ديسرثميا مانفستيشن الف ديسرثميا اللي هم نفس المانفستيشن تاعت مين؟ مانا 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 كل هاتمه معظمهم مانا مانا لكن الاسباب ممكن نحس بايش؟ خفقان مانا خلانا يجيهم واحدة واحدة طبعا بما ننديسرثميا على الاسي جي راح يبين الريجولار ريت والريثم والاسباب شو راح يحس قلنا؟ مانا 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 يعني هسا انا نفترض انا طبيعي ما عنديش لا جلطة ولا ذبحة صدري ولا اشي اخذت ادوية بتأثر على القلب او مثلا عملت لي الكترولايت امبالانسز هايبركاليميا هايبركاليميا عملت تاكي اريثميا تسارب نبضات القلب شو هسا القلب راح يصير؟ عشان اكسجين بالضبط بزيد شغله فبالتالي برصير بدي اكسجين اكثر للقلب فبالتالي شو بصير في عندي؟ اعراض الذبحة الصدرية فبصير معي نيك شولدر او اعراض الانجينة مبارح مين طالب؟ طالب بسنة الثالثة مادة التطوارق بتقول دكتور انت شو لهجتك؟ قلت له لهجتها هي الهربط بتقول لي لا بالانجليزي فطلعت مشكلتها بالاسبرين بالانجينة والاديما والديابيتيس بتقول لي بحسك تحكي ايطالي قلت له لا هاي اللهجة الصح انا ما بحكيها هيك عشان شو بقولكم استغالله واحد يشوف حيلو عليكم بس عشان ما انسىش الصح لو بدا امشي معكم بارجع امريكا بارجع بتعلم يجليز من اول و جديد فانتو الاصل تحكوه هيك اين جينة؟ اين جينة؟ اين جينة؟ هما؟ انا كنت عند ناس تانين لا بصومة اللي عندنا بقول ليش بصور عند البيشن ديزنس؟ ديكريز بير فيو جينة مين؟ البراين انا اكدنا خلاص عاللقيت؟ نازم نشو بذكية مني خلاص خلاص طيب ليش بصير معهم ديزنية؟ تاكي كارديا بصير مع البيشنس تاكبنية ممكن نصير مع ديزنية اذا ادت قلنا تاكي على الريثمياز بزيد الوركلود على الهارت بزيد الواتو ديماند في البيشنس ممكن نصير في الاخر رح يتعب وممكن نصير معه اكيوت هارت فاليور هارت فاليور هارت فاليور اذا كان بالليفت صاد شو رح يعمل عند البيشنس؟ بلموناري هديمة في البلموناري هديمة واحدة من صانين سنتمس تاعتها ديزنية باضافة لكراكلز اكستريم بريستلسنس لانه مافيش بير فيوجين للبراين او البيشنس حاس عنده تيستبين حاس انه في عنده مافيش عنده اكسجين فبصير في عنده اكستريم بريستلسنس مافيش بير فيوجين واصل للبراين نومنس اف ديار من علامات الانجين او الام اي او الهايبوكسية تاعت الميوكارديم فبتالي الواحد بحس انه مافيش عنده طاقة كولد سكن فيش كاردك اوت بتواصلها مافيش بير فيوجين نوجة ووامتينج من السترس اللي بصير ديكريز بلاد براشر ديكريز كاردك اوتوت ديكريز اوتو ساتوريشن بسبب الهارت فايلير اللي ممكن تعبن بمونري اديما وبالتالي بصير ان البيشنس عنده ديكريز اوتو ساتوريشن هاي المنفستيشنس بشكل عام اهم ايش تعرفوا لي اياه هون عشان تقارنوا او تعرفوا ان البيشنس عنده ديكريز ريثمي ولا لا خصائص نورمال ساينس ريثم عشان قلنا نورمال طبيعه ساينس الديس شارج طالع من الاس اي نوت فهاي مجموعة خصائص واحدة ثنتين ثلاث أربعة خمسة وخبر خابرهم زاد واحدة بسناسيها لكن هذول اهم خمسة هذول بده اركز عليها فالنورمال ساينس ريثم هو النبض الطبيعي الريت والريثم الطبيعي اللي لازم تكون موجودة في كل بني آدم في الحادة الطبيعية وقلنا اس اي نوت بتبلش الريثم او الامبلس تطلع من الاس اي نوت تنتقل الافي نوت للباندلوفهيس بيركنجي فايبرز تتذكروا حكينا من خصائص الهارت ريثميسيتي معناته شو قلنا الريثميسيتي ان يكون فالاصل بالاس اي نوت لما تطلع ريثم شو لازم يكون نيجي للخصائص واحد اثنتين ثلاث اربعة خمسة اول خاصية بده ابلش من هون كل بي تتبحى تتبحى كيوار اس او الريشو بي لكيوار اس ريشو واحد لواحد من اللي بيجي بالقبل بي بفور كيوار اس اتوقع حيه السادسة ماشي البي بفور لكيوار اس دائما البي في حالات بتلاقي البي جاي بعد الكريتكال مش مشروحة بالقبل اتوقع مرايحينكم رح ناخذها بالكريتكال فهاي مهمة هاي اهمة اذا كانت كل بي وراها كيوار اس والريشو واحد لواحد طبعا بعض المرات ممكن تكون الريشو تو بيز لون كيوار اس او اربع لواحد وهي الرحالات الاثنين لواحد رح ناخذها بالأدلتون فهاي تعتبر ابنورما فاذا كانت البي لكيوار اس ريشو واحد لواحد بده روح تطلع على ايش على الريثم الريثم شو لازم يكون ريجولر اذا كان ريجولر ريثم وكانت البي لكيوار اس ريش واحد لواحد البي جاي قبل كيوار اس بده روح اطلع على ال لانه نفسه رح يكون الاتريال ريت منها واحد لواحد معناته نفس الاشي والريت لازم يكون قديش ستين لمية ليش لانه طالع من الاسينود بطلع ديستشارجز من ستين لمية الشغل الثاني بده اجاب طلع على مين؟ على الكيوار اس قلنا الكيوار اس ايش بتمثل؟ فنتركلر قداش النورمال تاحه؟ لس دان 0.12 والاصل تكون البي ويف شو لازم تكون شكلها؟ positive وشو قلنا دايما كيف تكون الوصول؟ تقام الوصول على الوصول على الوصول على الوصول على الوصول على المحبة؟ 20 seconds يعني من 3 ل 5 small boxes والشرط الثاني شو تكون المسافة ثابتة يعني مثلا والله عندي مرة الـ PR 0.12 ومرة تيجين الـ PR 14 مرة 16 مرة ترجع لي الـ 12 بعتبره طبيعي أبدا غير طبيعي نفسه كل P وراها جاي لكن PR مش متساوي ماشي فهون تعتبر غير طبيعي ما بقدر أقول لهذا الـ لازم الشرطين يتحققوا إنه تكون المسافة تاعتها أو المدة تاعتها من 0.12 إلى 0.20 seconds ودايما تكون المسافة بكل الإي سي جي لا زيادة لا زيادة يعني ما بزبط قبل شوية هيا حكيته هون وين بتكون بنت بعض المرات تايلة لما أسلم كل هاي الفقرة اللي كتابرتها وين كين أنت يعني مثلا جاتني الـ PR قابت طلع مثلا بـ إي سي جي 0.14 على طول الإي سي جي عشان أعتبروا النور مرصانة سوف تمام هيك؟ هاي بتحفظوهم زي مين؟ زي اسمي زي اسمكم الرباعي الخماسي من الخمسة بالإضافة لـ كونسيستنت هاي الأشياء يلا خذو لكم بريك ها بكوا تأخذوا بريك لأن كوبة شوفتكو واسا شوية وتعملوا بطلاب بريك على السريع خمس دقائق بعدين هاي المرة مدلعكم استنى إذا مصوتك كله طالح ماذا تعمل؟ فعرفنا شو الكاركتريستيك تعون نورمال صارنا نورمال صارنا نصري ثم مرة ثاني نحكيهم أنه PQRS ريشو واحد لواحد ودايما الـ P-Wave شو تيجي؟ in front of the QRS شو معنى الـ P-Wave كيف شكلها؟ تكون positive upright يعني طالع لفوق بين قوسين positive فوق الـ IsoElectric Line consistent in shape هاي كمان لازم تكون شكلها ثابت صارنا صارنا QRS shape and duration normal less than 0.12 seconds الـ ventricular وبالتالي أنا هون ventricular and atrial rate قليش لازم تكون؟ 60-100 beat per minute ventricular rhythm لازم تكون مع الـ Atrium طبعا regular والPR interval constant constant تابته والـ Duration من 0.12 إلى 0.20 أنواع الدسرثمية يابتكون الدسرثمية موجودة وسببها من السينس نوت يابتكون من الأتريا يابتكون من الـ Ventricles يابتكون من الـ Junction ماذا أقصد فيها A-V نوت وشلتها يابتكون من المشاكل ماذا هم المشاكل اللي ممكن تصيرها؟ وشو هم الدسرثمية اللي ممكن تصير في السينس نوت؟ بيشنس ممكن نصير معه سينس برديكارديا أو سينس تيكيكارديا أو سينس أريثمية ماشي؟ أريثمية والله نفسها أختصر لأنها أسهل أنواع طيب Atrial dysrithmias يعني اللي بتصير في الأتريا قلنا السبب بتاعها أو بتطلع من الأتريا تقسم إلى Atrial Flutter Atrial Fibrillation أو ايش نسميه Premature Atrial Complex في أنواع ثاني مش رح نخربطكو فيها مش رح نحكي عنها بهم Junctional dysrithmias قلنا هاي اللي بتصير في الأس اي نود بالأي نود وفيها لها نواع مش مذكورة هنا في الأدل مش مشروحة لكم Ventricular dysrithmias أهم إشي وحطينا هنا هون اللي هم Ventricular Tachycardia بالإضافة للVentricular Fibrillations وهذا ايش نسميه Ventricular Acestry هذا الثالث Ventricular Acestry لما الواحد يموت شو بتلاقي الخط؟ زي هيك زي مموج 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 تلاقي هذا لما الواق خلص يوقف القلب تلاقي هيك الريت خليه نيجيهم واحد وواحد إن شاء الله سينوس براديكارديا كل الكاركترستيكس ستاعون السينوس ريثم موجودة ما عدا؟ الهارت ريت كدهش بكون؟ أقل من ستين بيت بير منت لكنه ريجولر البر انتيرفل نورمال كوريس نورمال كل إشي نورمال فقط المشكلة وين؟ في الريت يعني بين جوسين بيشنس عنده براديكارديا لكن كل إشي موجود فالإمبالس طالع نعم من الأسينود لكنها الإمبالس شو ما لها؟ أقل من الإمبالس أو من النورمال الريت الطبيعي اللي هي من ستين لمية ماشي؟ أقل فالكاركترستيكس طلعوا هاي طبيعيه هاي كمان طبيعيه هاي كلها طبيعيه كل إشي طبيعي ما عدا مين؟ الهارت ريت أقل من ستين نيجي هون هاي صورة مثال ما لا نحسب الهارت ريت بهاي أولي شيء الر انتيرفل ريجولر ثابتة فبدأ شوف بالله هون هاي واحد نبدأ شيء على بداية كيواريس واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة تقريبا ستة ثلاثمية على ستة خمسين طلعوا هاي أول شيء الريت أول شيء الريتم ريجولر الريت كان خمسين باجي بتطلع على البي البي شو ما لها أول شيء طلعوا على البي شكلها ثابت وبوزيتف ماشي؟ ودايما لاحقها ون كيواريس ماشي فهاي البي لكيواريس ريشو يساوي واحد لواحد ودايما البي قبل لكيواريس والبي شكلها ثابت البي ار انتيرفل طلع على البي ار من لهون واحد اثنين ثلاث اربعة أربعة بأربعة بي ار انتيرفل بوين سكستين دايما ثابتة أربعة بس لازم تكون دايما ثابتة لازم بوين سكستين دايما ثابتة ؟ من بداية البي لبداية نساوي وين كانوا مع الحاضرة الماضية؟ فمن بداية البي لبداية الكيو وقلنا دير باقي و ربطو حني alright لا اتيتد بالناسبة كل مهم من بداية البي لبداية الكيو ولازم تكون ثابتة فطلعت عندي PR interval ثابتة 0.16 طبيعية وقلنا الرثم regular كمان طبيعي شو بظل عندي QRS ratio أو QRS rate 1-2 تقريبا 0.08 ودائما ثابت وشكله ثابت فهذا كل الخصائص شمالها كل آياتها موجودة مع عدمين الrate أقل من 60 فهذا شو البيشنس عنده صهيناس و باديكارديا QRS لازم نفس البي آر لازم يكون ما لا يشتخل لا ما لا يشتخل لا تخربط الشراسك البي آر ما لا يشتخل بي آر ما لا يشتخل بي كواريس لازم يكون دائما أوبون 16 لوش عكتب تسألني عن الكواريس نفس الشيء لازم يكون بكل مرة أوبون 8 الكواريس طبعا أنا فكرت تقول لنفس المسافي بنا لا مش نفس المسافي يربا وهنا دخلنا نجع هذا السؤال الر آر انتيرفل ثابت فبالتالي الريت أو سوري الريفن بريبلر نعد كم لارج بوكس واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة ثلاثمية على خلق ستة نفس الاشيء خمسين كل الكاركترستيك لو دققتوا عليها بتلاقيوها موجودة نورمل معدل هارت ريت أقل من 60 وبالتالي البيشنس عنده صهيناس براديكارديا صبايا اللي هسا يرجعتو هياك خمس دقائق اه يا حرام وضعتو انتو سينس براديكارديا أول نوع الرثني سبلشنا فيه سينس براديكارديا كل الكاركترستيك كل خصائص النورمل سينس ريت موجودة ما عدل هارت ريت بيكون أقل من 60 إذا كل الخصائص موجودة بس الهارت ريت أقل من 60 أنا بسمي هاي الحالة سينس براديكارديا طبعا ما بلفوضو هاش براديكارديا براديكارديا ماشي فهي الخصائص كل إشي طبيعي ما عدا الريت أقل من 60 ما هي القوزة لهم لا متابوليك نييت ما في ليش الطلب بديو يشتغل مثلا واحد نايم سليب بس هم كاتبين ها لها دخل بالميتابوليك لا بس ما لا ها دخل واحد أثليت لا هذا واحد أثليت أنا مرتاح مثلا أنت واحد بلعب رياضة لكنه حاليا مرتاح تعال عليه بتلاقي الهارت ريت أقل من 60 وهذا طبيعي في الأثليت ليش هذول اللي بتدربوا الرياضة شو بتلاقي عندهم الهارت قوي فالستروك فوليوم تعدتهم عالي وقلنا شو المعادلة الكاردكاوتوت هارت ريت ضرب له استروك فوليوم فإذا الاستروك فوليوم عندهم قوي وإفكتف الكونتراكتلية تعالت هارت ما شاء الله عنها أنا لو أشرف على الكاردكاوتوت ما هو مش متحرك هاي وقاعد فشو بعمل الهارت بقل بريح راسه بريح الهارت ريت رفنا بهاي بحالات الأثليت أو ممكن تكون باثولوجيك مرضية زي اللي عندهم كسل في الغد الدراقية اللي هي هايبوثايروديزم 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 الثايروديزم يا جماعة الهرمون الغد الدراقية المسؤول عن الميتابوليزم كل الميتابوليزم بعتمد على الهرمون الغد الدراقية هايبوثايروديزم كسل الغد الدراقية شو هو العصب التائه العاشر هذا سيمبثاتيك ولا باراسيمبثاتيك باراسيمبثاتيك والباراسيمبثاتيك شو دخلها على الهارت فلما يشتغل شو يعني سيمبثاتيك حفزته يعني بنقوسين انا حفزت البراسيمبثاتيك فبالتالي راح يقل البيشنس عنده الهارت تريت وحتى الاستروك فوني ممكن يتقل لان الكنتراكتي اللي ترح تقل ايش اشياء ممكن تعمل لفيجال نيرف ستميليشن ضوميتينج ساكشنينج سيفير بين سترينينج ماشي يعني سترينينج الشدع حاله يعني زي واحد عنده امساك امساك بالضبط ميديكيشنس بعض الميديكيشنس اللي ممكن تقلل من الكنتراكتريتي او تعمل سيمباثو ميماتيك يعني شغلها زي شغل البراسيمباثاتيك او تقلل الكندكشن زي في عنا بيتا بلوكرز اتنلول اذا استلمتم مريض اي واحد الثاني متوبرولول او كالسيوم تنل بلوكرز زي نفدبين ها كلاتها بتقلل من من ايش من الهارت تريت اخر بتكون منا بلاش اعطيكم مصطلحات جديدة في عنا مصطلحين بالأدوية اللي إلها شغل بالهارت في عنا مصطلح كرونوتروبيك بالزبط في عنا حكيتك إياها طيب كرونوتروبيك إلو علاقة في الهارت تريت وهاي العلاقة في الكنتراكتيليتي المهم فأي دواء بزيد الهارت تريت بسميه بوزيتف كرونوتروبيك إذا بقلل الهارت تريت بسميه نيجاتف كرونوتروبيك أي دواء بزيد الكنتراكتيليتي بسميه بوزيتف إنوتروبيك إذا بقلل الكنتراكتيليتي بسميه نيجاتف إنوتروبيك بالمصطلحات أنا بحكيك مصطلحات ماشي ممكن بعضهم يستخدمونها ككلاسيفيكيش حكينا بيتا بلوكارس بيتا بلوكارس بيشتغل بقلل الاثنتين بقلل الكنتراكتيليتي بقلل الهارت تريت فهو نيجاتف كرونوتروبيك نيجاتف إنوتروبيك في عندي دواء اسم ديجوكسين أو ديجوكسين هذا بيزيد الهارت تريت قال بيزيد الهارت تريت بيزيد الستروك فوليوم أو بيزيد الكنتراكتيليتي لكنه بيقلل الهارت تريت فهو بوزيتف إيناوتروبيك لكنه نيجاتف كرونوتروبيك بيزيد 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 ما أني أنا ما إذا بدخل بالكاردوك تلاقي الهارت تريت طبيعي واحد من أهم شروط الديجوكسين أني أروح أحس الابيكال بلس مش أي بلس صالة الراديل الابيكال هحوط إيد على البيكال بي ام اي point of maximal impulse وأتأكد أنه أفوق الستين إذا قل من الستين ممنوعين أعطى فلازم أنا أتأكد أنه الهارت تريت طبيعي قبل ما أعطى الديجوكسين طبعاً كمان لازم ما يكون عنده هايبوكاليمي لأنه هذا ديجيتاليس تكسيسيتي اسمها خطيرة بتخوف يعني يعني سميه تاعته بسهولة ممكن تصير وبتخوف لأن الثيرابي تكرينج نرو في حد بيأخذ فارما مستحيل إذا جيبت سيرته ما أحكي عنه لأنه بخوف كمان من الكوزز كوروناري آرتي ديزيزز إذا زي الام آي مثلاً وهي الام آي راحة ضربة الاس اي نوت نفسها تأثرت الاس اي نوت فممكن يقل شغلها هايبوكسيميا زي ما قلنا دائماً كل الريثمياز بتعب سير فيها ممكن الريتيشن واحد من أهم أسبابها هايبوكسيميا ممكن تموت الاس اي نوت أو تقل شغلها ممكن يكون السبب غير معروف فميسمي اديو بايث اديو باثيك سالينس نوت ديس فانكشن البيشن اللي ممكن يكون عندهم ألتر دمين ستيتوس أو بزيادة في الائي سي بي هاي كلها ممكن تتقلل من الهارتريت واحد من علاماتها انها بتقلل الهارتريت عند ميديكال منيجمنت اذا البايشن ما عندوا اي ساين وسمتم نو تريتمنت نيد لكن مع ذلك شو لازم أظن مطلع على على ظن نعمل اظن كل الريثمياز كل الريثمياز اول اشي انت عشان تعملهم او نرس انترفينش الناس بتعملهم ايا اوتو ليش لانه بقل الكاردك اوتبوت فبتال راح يقل الاكسجينيش للفيتل طوالي اعطي اوتو غير هيك قلنا من اهم اسباب الديسرثمية الهايبوكسية او قلة الاكسجين الواصل للهارت فالمندكال منيجمنت بتعتمد على الكوز على السيمتم تريت الاندرلايين كوز شو السبب اذا كانت البرديكاردية بتطلع ساينو سيمتم كيف يعني ليش بدأ تطلع البرديكاردية ساينو سيمتم انه بقل عند البيشن هاي بانغوسين ايش علاماتها ألتر لفل كونشوسنس تس بين هاي بانغوسين طيب ليش بصير معهم تس بين هذول ديكريس كارداكاوتو بقل البرديكاردية نفسه للهارت نفسه البرديكاردية راح يقل للهارت ما فيش كارداكاوتو راح يقل فبالتالي بصير معها تس بين اذا صارت مع هاي الاكيوت ساينو سيمتم فالدو السحري للبرديكاردامين اتروبين هذا الاتروبين بنعطى 0.5 ميلي جرام ربط بلص وبعد ما تعطيه بالايفي تعطيه 20 سي سي نور مرصالين ليش عشان يوصل الهارت بسرعة يشتغل بسرعة وطبعا ممكن احنا نعيدها كل ثلاثة لخمس دقائق والماكسما دوز 3 ميلي جرام شو شغل الاتروبين بالضبط بعمل زي انتكلونيرجيك انتكلونيرجيك هو واحد من classification انتكلونيرجيك يعني بينقوسين ضد البراسيمباثيك ميكانيزم فبالتالي هو بعمل بلوكيج للفايجل استيميليشن وبالتالي برجع الهارت ريض طبيعي اذا البيشنت ما استجاب للاتروبين احنا هنا لازم نركب له بطارية بطارية ايش اسمها بيسميكر فهي طبعا بحالة اذا كانت امرجنسي اذا كان البيشنت كثير عليه صاني واحتمال يموت فنحن بنعمل امرجنسي ترانس كوتينيو بايسنج امرجنسي طاري ترانس كوتينيو عن طريق الجلد يعني مش بزرع تحت الجلد شفتوا جهاز الصدمة الكهربائية بس مش هو نفسه اللي بيجي عبارة عن لزقات اللي بتلزق اللزقات هذا في خيار انه يكون بيسميكر لكن هل هذا البيشنت تظلوا شايله وماشي وعايش معه طول عمره اذا استمرت المشكلة ممكن يزرعوا له البطارية تحت الجلد فهي ليش حكينا امرجنسي لانا كانت اكيوت وانا ما بيجيش البيشنت موت فانا بستخدم نفسه جهاز الـ اي اي دي مسميه بحط اللزقات واحد من اللزقات بقوله انا بدي اعمل بيسنج لهذا البيشنت بس اعرفوا هذا المطلوب سيتنج كل بهاد له وين خبيكم اياها لالكريتكل كريتكل فيها كل اشي كل ما تشتهي الاعين كمان انا هذا البيشنت مش مستجيب للاتروبين فبالتال الكاردك اوت وتشماله كثير نازل فهونا بدي اضطر اعطيه كتوكلمين زي مين دوبامين دبيوتامين ابنفرين ماشي هرمون السعادة هذا دوبامين positive كرونوتروبك positive انوتروبك فبزيد الكاردك اوتوت ابنفرين شو بيشتغل ابنفرين عشان بذتك نفس الاشي رح يزي تاكوه ورح يرفع لي البلوت بروشور نايد قبل شوحك بروشور نايد فكيني من الدويت الساكي للانبساط شو بعرف جزي صاينوس تاكيكارديا عكس صاينوس راديكارديا في عنا صاينوس تاكيكارديا فكل الكاركترستيكس تاكوه صاينوس موجودة ما عدا الهارد شو بكون اكثر من مية لكنه يوجوالي شو يعني يوجوالي في العادة يعني واحدة لقيمة ثلاثين اقول عنه والله مش صاينوس تاكيكارديا لا يوجوالي اقل من مية وعشر ناكن واحد يلعب رياضة وصل الريت عنده مية وسبعين كل الكاركترستيكس موجودة تاعت النورمال صاينوس شو هذا بقول عنه صاينوس تاكيكارديا بالضبط فهي حالة بتصير انه الأسينود بتطلع دستارجز اكثر من نورمال رايت اكثر من مية فمثلا بيشنس اعطيناه اتروبين وقف الفيقال نيرف ستميليشن او اي سمباثوميميتك نسميها دروكس او سمباثاتيك ستميليشن زعل سترس قهوة دخان دوبامين الابنفرين الأدوية هاي اللي قبل شوية حكيناها هاي كلات وشو بتعمل بتعملها زيادة في نبضات القلب شو قلنا كل الكاركترستيكس موجودة هاي صح هاي طبيعي وهاي طبيعي وهاي طبيعي كل شي طبيعي معدى الهارت ريت اكثر من مية يوجولي برد اكرر على اهمية يوجولي يعني مش دايما بطبقها القاعدة اقل من مية وعشري نا فوق المية فوق المية يوجولي اقل من مية وعشري بس مش قبل شوية بقول لكم يوجولي هاي معلومة لكم في العادة لما واحد اقول عنه سانس تاكيكارديا بتلاقي عنده مية وعشرين لكن هل هاي قاعدة عامة واحد مية وخمسين وكل الكاركترستيكاي موجودة شو هي بقول عنها سانس تاكيكارديا ريس الخير بالكريتكا يا جماعة بالاريثمياز في عنا ايش بسميه سوبرا فنتريكولر تاكي اريثمياز طلعوا سوب اس في تي سوبرا فنتريكولر تاكي يعني التاكي اريثمياز وين جاي مصدرها فوق الفنتريكول سوبرا فوق الفنتريكولر وهاي اي تاكيكارديا بكون مصدرها فوق الفنتريكول تحت تاكي تاعها واحد من ضمنها سينوس تاكيكارديا أتريا فيبريلاتي أتريا فلاتر باركسيما اس VT تخيلوا في اس VT هاي جنر امبريلا واحد من اللي تحتيها باركسس من الاس في تي. فانت قابل حتى جون شنال تاكيكارديا يعني في كثير اشياء. هيا كليات وين خبولي اياها. فخليين انتم بس ركزوا على الموجود معكم هون. الله يرضى عليكم. حابين تتعرفوا تسجيل موجود على على اليوتيوب. نيجي على بالزبط. عشان انا خليكم باللي هون. خلينا نطلع على الاي سي جي هذا. اولي شبنا نطلع على الر انتيرفل. الر انتيرفل من الشكل هم بينه ثابت طبعا لازم ما بقدرش اقول من شكل لازم امسك الوردة واقيس. نفترض ان انا قيسة طلعت الر انتيرفل شمالها ثابتة فبالتالي الريثم شماله? ريجولر. اذا بداي اجحسب الهارد ريت. بداي اطلع لها هاي واحدة مثلا هون. جاي على بداية مربعة كبير واحد اثنتين. بتين ونص. خلينا استخدم شمال بوكسز هاي عشرة. ١٤ ١١ ١١ ١� volume ١١ ١٢١ ١٥ أحمد امش معي? ١١٥ ١ ١٥ ١٪ ١١ ١٥ ١١٢ ١٢ ١٥ ً١ ١١ ١٢ ١٥。 النهarETH ،ر ريت. ١١ ١١٥. البي طلع شما لل ١؟ ١١٢! PATetus. شكلها ثابت positive smoothly rounded QRS مربعين صغار point eight طبيعي QRS normal P QRS ratio يساوي واحد ودايما P تسبق QRS من هون واحد ثنين ثلاث 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 اربعة اذا كانت اذا انتم شايفين اربعة 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 ف ال P 30.16 ثابت كل موجودة ما عدا ال heart rate ارتفع فهذا شو منقول عنه ساينستاكيكارديا يعني كل اشي موجود طبيعي لكن اكثر من 100 وزي ما احنا شايفين هاي بهاي الحالة زبطت انه اقل من 120 فعلوا على التحت ممتاز الحمد الله لكن كنت اجيتني regular regular rate كل الكاركترستيكس موجودة P shape شكلها ثابت PR interval كلها شكل ثابت بدا افترض طبعا وهي فعلا ثابت كل الكاركترستيكس موجودة ما عدا ال heart rate خلينا نحسب ال heart rate نفترض نمو ربعين كبار 300 على 2 كل الكاركترستيكس موجودة فشو بقول عنها normal sinus rhythm sinus tachycardia طب ال heart rate 150 اكثر من 120 اختلف اشي بساتة sinus tachycardia لانه كل اشي موجود ما عدا ال heart rate اكثر من 100 فال 120 هاي قلنا لغكوش من نزقين فيها هاي هيك معلومة لكم موجولي اقل من 120 اه بس مش دائما موجود هون هسه انت هون بتقدر تقول الكوزز ايش بعمل stress قلنا physiological او psychological عشان هيك قلنا stress الدخان كافيين نكوتين acute blood loss واحد بلش صار معاه هيموريج اول علامات الهيموريج بالبداية شو بصور عند ال patients tachycardia عشان يعوق طبعا ما اذا ما قدرنا نلحق ال patients راح يتعب ال heart بصير مع heart failure وصير مع bradycardia ففي البدايات بصير مع tachycardia انيميا واحد عنده فقر دم ما فيش اكسجين واصل لل vital organs شو ال brain شو بقول للهارت يشتغل اكثر واصل ال اكسجين اكثر shock نفس الاشي shock قلنا perfusion لل vital organs hypo او hypervolemia بالحالتين hypovolemia معناته ما فيش perfusion كافي hypervolemia في لود كثير على ال heart في ال heart بده اعوض يشتغل اكثر فالثنتين ممكن تعمل heart failure ممكن تعمل برادي ممكن تعمل حسب وين وين الجزء اللي في ال heart اللي صار فيه pain pain شو بعمل sympathetic sympathetic stimulation fever واحد عنده حرارة شو بزيد عنده برتفع عنده metabolism اذا ارتفع الميتابوليزم بصير البشنس بحاجة لا بزيد auto demand وبدى بلود perfusion فبالتالي heart سيشتغل اكثر exercise كمان هذا راح يزيد metabolism demand anxiety anxiety زي مين زي pain sympathetic بيشتغل بعض ال medications اللي بتحفز sympathetic زي atropine cataclyomy من هما cataclyomy dopamine dopamine epinephrine بعض stimulants كافيين نيكوتين او الادوية الممنوعة يا احمد انتو اللي جمع دارة عطل 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 شحمة خلاص تانشوفك و تقدر تقول انك الادوية المخدرة الممنوعة مثل الامفيتامين أو كوكاين excessive sympathetic tone في بعض الناس اذا خطوها بالباثل سيوليجي بتلاقي فيه عندهم الغدة الادرينال كورتكس بتطلع كثير دوبامين بسموها دوبامين سيرج أو كاتكلومين سيرج فهاي بتزيد sympathetic tone أو Autonomic dysfunction في واحد عنده مشاكل ب Autonomic nervous system هاي بتلاقي بتبين على postural orthostatic tachycardia syndrome تقريبا نفس مين orthostatic hypotension تقريبا تقريبا واحد كان نايم قام مرة واحدة نزل عنده كل الضغط by gravity بس الاصل الهار طبعا ما ينزل blood pressure شو قلنا بده قل الperfusion الهين طوال شو بقول له الهارت يشتغل أكثر هذا النورمل انه طوال يصير response ويستغل في بعض الناس بتأخر فهاي ممكن واحد من علامات Autonomic dysfunction Medical management اول اشي O2 لانه الهارت قاعد بيشتغل أكثر بزيد ال demand عليه فبتعطيه O2 وكمان طبعا بدا تطلع شو الكوز والsymptom الهدف تانا انه اقلل الهارت وانه اقلل من حاجة المايوكارديوم لمين؟ للوكسجين فبالتالي مع O2 شو لازم أعمل للبيشنت؟ ريست ممكن تخليه semi-fowler position عشان يحسن chest expansion وبالتالي يزيد الوكسجينيشن عنده بده اشوف شو الكوز وعالجه اذا البيشنت ظلت عنده تاكيكارديا قبل السينكرونيز كاردو فيرجين قبل ما أعطيها كهرباء طبعا باستخدام الكهرباء احنا بنستخدم أدوية او بنستخدم ايش نسميه vagal maneuver or vagal nerve stimulation يعني كيف vagal nerve stimulation شو قبل شواء قلنا اشياء بتحفز vomiting suctioning straining هسا هاي vomiting بقول للبيشنت استفرق بقول له بروح اجيب suctioning بعمله اياها بخلي البيشنت بقول له خذ نفس واحبس وشد عمل straining فها ممكن تحفز vagal nerve stimulation في كمان واحد من الاشياء اللي بتعمل vagal maneuver or vagal stimulation ايش نسميه carotid massage لمنطقة carotid لكن مين هاي بعملها الدكتور ممنوع ممرض يعمله لكن هاي ممكن اذا انت بالبيت وبيّن patient's عندو carotid او اقول له تعمله هاي تعمله هاي تعمله هاي بلاش تقضع patients لها المهم فكاروتid massage راح تسمعوا فيها هاي شو بتعمل vagal nerve stimulation ما ازبط شو بعملو adenosine او beta blockers او calcium channel blockers ما ازبطت كل هاي الاشياء بالجؤولة synchronized cardio virgin synchronized هي عبارة عن ساقة كهربائية شو يعني synchronized متزامن 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 مع مين مع ال qrs الساقة كهربائية تيجي بنفس وقت ال qrs هاي هاي هي اسمها synchronized cardio virgin فيه فرق ما بينها وما بين defibrillation وفيه سلايدات في النهاية عن هالموضوع هاي فرق ما بين defibrillation synchronized cardio virgin لما تيجي مع وقت ال qrs قربت تنكحش لما تيجي بنفس وقت ال qrs وهاي طبعا مش احنا مغرضين في بعض الحالات لازم اعمل cardio virgin ما بيزوط انه او خطر ان اعمله defibrillation في حالات ثانية لا ما بيزوط ان اعمل defibrillation لكن بس بدي اياكوا تعرفوا هاي المرحلة شو يعني synchronized cardio virgin انه بعض الساقة الكهربائية بنفس وقت ال qrs ماشي لانو بخاف اذا عطيت الساقة الكهربائية وايجت على وقت t ايش الت ريبولاريزيشن وقت ايش وقت الراحة تاعتها بسميها refractory period ماشي وقت ال وقت الجموع وروح اعطيها انا ساقة الكهربائية شو ساقة الكهربائية بتعمل زي reset بتعمل reset يعني كيف انت لما بتعيد تشغيل لما يعلك معك الكمبيوتر بتروح بتكبسو بتروح تشغله نفس الاشي هل بتعطي ساقة الكهربائية مرة واحدة بتعمل مرة واحدة وبعدين بتعطي للاس اي نوت انها تشتغل من اولوج جديد انها تمسك ترجع حيه فبخاف انا ليش انا قولنا synchronized بتعطي ساقة الكهربائية بطبينات انها حيث حيث تكيكاردية هي لساته صحي عادي بعطيه على نفس وقت كوريس لكن لو ان البيتانس معان مثلا في فب هاي النوع من انواع كارديك الرسم بعتبر القلب الموقف بقوليش والله واصلا الكيوريس متكونش من بينه بقوليش والله البيش انسان هذا بدي عمل له كاردو فيرجن لا اعطيه الدي سي شوك وين ما تيجي تيجي ففرق بيناتها المهم هسا بهاي البوينت اعرفوا شي يعني سينكرونايز كاردو فيرجن انه وقت الساقة الكهربائية بتيجي على وقت مين الكيوريس اخر يشرح نشرح اليوم وهو ساينس اريثميا ساينس اريثميا كل الكاركترستيكس تعال انهارترا او ساينس اريثم موجودة ماء ع لكن الهايرثريت بيكون طبيعى كوريس بتكون طبيعى الر событиي كوريس ريشو بتكون كلياتها طبيعى هاي ممكن تكون قلياتها شغلة عادية طبيعى يعني مثلا واحد انا لما اتنفس inspiration و expiration بتلاقي بختلف heart rate ما بين inspiration و expiration فrate increases with inspiration و بقل في expiration ليش الواحد بقل heart rate تاعه في expiration لما انا اتنفس شو راح يزيد الجوات لبروشر لجوات chest فبيضغط مش ع القلب بضغط على great vessels زي superior و inferior vena cava فبيقل الكاردو او venus retire اذا قل ال venus retire شو الكاردو او تبوت راح يقل كيف انا بدل اعمال compensation ازيد heart rate فال heart rate قعب ازيد مع inspiration لكن لما انا اعمل expiration و قل الضغط برجع الدم مرة واحدة فما فيش داعي انه heart يشتغل كثير لكن في المجمل heart rate في الدقيقة شماله طبيعي الفترة اللي قل فيها نفس الفترة اللي زاد فيها فلما تأخذ average تاع حال محصلة تلاقي heart rate طبيعي causes ممكن تكون normal ممكن تكون normal لكن فيه ممكن بعض المرات diseases زي heart diseases او ال valvular disease ممكن تعملها medical management في العادة انا مش بعالج sinus arrhythmia بعالج اذا في عنده heart disease او valvular disease لكن الرثمية ولا بتأثر الكاردك اوتوت ولا باشي فما فيه ايداعي لعلاجها هي نفسها لكن انا بعالج والله اذا في عند ال patient sinus arrhythmia وكان في عنده مرض هو المؤدي لها فانا بعالج المرض نفسه لكن الرثمية نفسه ما بتهاش علاج لانه الكاردك اوتوت شماله طبيعي مش بحاجيش فنطبيكالي تريتيد لانه ما بيأثر على الهيمو دايناميك افكت بينجوسين انبقصت من الكاردك اوتوت والبلوت برشا تلاقيه طبيعي فيه كل الكاركتريستيكس طبيعيه موجوده بما فيها الريت ستينمية qrs طبيعيه دايما نورمال بوزيتف جاي دايما قبل qrs pr interval constant consistent ماشي consistent كتابتها غلط والinterval بتكون ما بين point 12 والراتيو واحد وين المشكلة بتكون في الريثم شو بكون تعالوا نطلح حون الرجولر الرجولر ريثم طلعوا هون الر انتيرفل قارن ليها محاي فهذا الرجولر ريثم لكن qrs ثابتة ومدتها يخرب بيت شطانك وكان ما بتحكوه صفيانو اللي جنبو بتجيب صلايداك انت بتطلع عليها مش ناقس ناس مع صوت غير صوتي وكمان qrs هون طبيعيه كل qrs طبيعيه أقل من point 12 وثابته p شكلها ثابت ودائما قبل qrs وراتيو واحد لواحد ال pr انتيرفل لو نيجي نحسبها هون واحد اثنين ثلاث اربعة اربعة نفس الشي point 16 ولو عديناها على الكل بتلاقيها constant واحد اثنين ثلاث اربعة تقريبا بس انا اجيت بلشت بعد لكيو فبتكون اربعة فهاكل اثنين ثابتة فكل موجودة مع عدمين الريثم فهي شو الحالة بتكون ساينس الريثم تمام الله يعطوك العافي في احد عنده اي سؤال مش تخلوهن ليوم الامتحان اليوم بتظلكوا تدرسوا فيهن لحدة تفهموهن عشان ولا عمركوا تنسوهن هاي نصيح اخوي تخلوهن يوم الامتحان تحرين الله يعطوك العافية المحاضرة الجاية ان شاء الله يوم الاثنين بنكمل البقية هذول خلص مع ان نعرفنا الكاركترستيكس ساعة